شواطئ الجهة الغربية من الوطن الوجهة الأفضل لألاف السياح من ولاية تيارت عائلات وأفرادها وحتى لا تحرم الشرائح الهشة من الاستياف تخصص السلطات المحلية ميزانية لإقامة مخيمات صيفية للمعوزين مركز الاستياف التابع لولاية تيارت يضم المركز 295 طفل مصطف معظمهم طبعا من المعوزين واليتاماء التابعين لبلدية ولاية تيارت وبينما تستعيد مؤسسة الرياض مخيمها لأبناء عمالها في وليس بمستغانم تقيم بلدية تيارت مخيمها في عيون الترك بوهران توفر مصالح ولاية تيارت إقامتين للأطفال في شاطئ أي عين إبراهيم والخروبة في ولاية مستغانم هذا الأخير منظم عبر الشراكة مع خطاع السكة الحديدية حيث يتعايش أطفال ولاية تيارت مع أقرانهم من ولايات أخرى رغم نقائس التنظيم والظروف العامة متعة البحر لا تعوض بثمن ترجمة نانسي قنقر